اشتركوا في القناة يقول ابن المقفع أن الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام وأن العطية بعد المنع أجمل من المنع بعد الإعطاء وأن الإقدام على العمل بعد التأني فيه أحسن من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه وكل الناس محتاج للتثبت وأحوجهم إليه ملوكهم الذين ليس لقولهم دافعون ابن المقفع في هذا النص يقارن بين خصال معينة وسلوكيات معينة هنا سطرنا أحسن على الوزن أفعال وأجمل على الوزن أفعال وأحسن مرة أخرى وأحوجو على الوزن أفعال أحسن إذن من الجذر حاو السين والنون والفعل حاسونا أجمل من الجذر الجاو الميم اللام والفعل جامولا أحوج إذن من الحاو الواو والجيم إذن والفعل حاجة وكلها على وزن أفعل وهذا الوزن الخاص باسم التفضيل الجمل الموالية السكوت أفضل من الكلام العطية أفضل من المنع الإقدام على العمل أفضل من التراخي فيه إذن نجد مقارنة في هذه الجمل مقارنة يعني بين وضعيات معينة أو بين سلوكيات معينة أو بين خصائل معينة فالسكوت إذن المتكلم هنا يبين بأن السكوت أفضل من الكلام إذن السكوت هنا في هذه الجملة مفضل عن الكلام الذي نسميه مفضل عليه إذن السكوت إذن مفضل والكلام مفضل عليه وبينهما ما يسمى باسم التفضيل العطية إذن مفضل والمنع مفضل عليه والإقدام مفضل وأتراخي إذن مفضل عليه اسم التفضيل إذن ما هو من هذا المنطلق إذن يمكن أن نعرف اسم التفضيل ونقول إذن اسم التفضيل إذن هو اسم مشتق يدل على تفوق شيء على شيء آخر في صفة وله ثلاثة أركان المفضل إذن والمفضل عليه هو صيغة التفضيل ثلاثة يعني إن شتم أركان البدو أقرب إلى الشجاعة من الحذر بدو يعني من يسكنون البادية الصحراء هذا الكلام ربما يكون وأغلب الظن أنه لبن خلدون إذن البدو أقرب إلى الشجاعة من الحذر طبعا لأن البيئة تجعل الإنسان يعني ربما أكثر شجاعة لأن البدو يواجهون مصاعب أكثر وحيوانات مفترسة وما إلى ذلك البدو إذن أقرب إلى الشجاعة من الحذر أقرب إذن على وزن أفعل وهو اسم تفضيل عيناه أشد زرقة من البحر وفي العامية في يعني ما نتكلمه يعني في حياتنا اليومية نقول مثلا عيناه أزرق من البحر هكذا نتكلم لكن في اللغة العربية فصحة لا نقول عيناه أزرق من البحر هذا خطر فإنحنا نقول عيناه أشد زرقة إذن فهنا استعملنا اسم تفضيل عام وهو أشد واستعملنا المصدر وهو زرقة في فصل الربيع يكون التقس أكثر اعتدالا إذن أكثر اسم تفضيل عام واعتدالا هو مصدر من الفعل اعتدلا والفعل اعتدلا هو فعل مزيد بحرفين كما تعلمون الأم أشد مرضا من الأبي الأم أشد مرضا من الأبي نفضلنا عليه طبعا التفضيل لا يكون دائما يعني عندما نسمع ربما كلمة تفضيل نعتقد بأن التفضيل يكون دائما يعني ما هو أفضل خاصة الأفضل يعني فالمرض ليس جيدا ليس أمر جيدا ولكن الأمة تتفوق في المرض على الأبي رغم أن المرض أمر يعني ليس يعني جيدا وليس مطلوبا ولا يمثل يعني كمالا فإذن أشد مرضا هنا اسم تفضيل عام مع مصدر يتحقق التفضيل إذن كيف يتحقق التفضيل إما باسم التفضيل على وزن أفعل إذا اتصل بفعل ثلاث مجرد أو باسم التفضيل عام مع مصدر إذا اتصل بفعل مزيد أو بفعل نصيف منه على وزن أفعل فلا نقول أبدا الأم أمرض من الأب ربما هذا في العامية يقبل ولكن في اللغة العربية فصحة لا يقبل أبدا نمر الآن لأتعرف على نوعي التفضيل لدينا نوعان إذن هما تفضيل مقارنة وتفضيل مطلق فإذن جملة الأولى ليس أحد أسوأ حالا من أهل القدرة الذين يفرطون باقتدارهم في غضبهم وسرعة رضاهم إذن هنا لنجد مقارنة بين أحد وبين أهل القدرة فإذن هذا تفضيل مقارنة فيه مقارنة بين إن شتم شيئين كما يقال أو إن شتم فيه يعني تفوق فوق شيئين على شيئين إذن كما قلنا إذن هذا تفضيل مقارنة نلاحظ إذن حضور المفضل وحضور المفضل عليه وحضور اسم التفضيل وحضور المن هذه خاصة التي ستغيب في إن شتم التفضيل المطلق كما سنكتشف ذلك الفيل أملح من كل حيوان نحيف إذن الفيل مفضل إذن وكل حيوان مفضل عليه ونجد هنا المن إذن ونجد أملح على وزن أفعل فهذا تفضيل مقارنة كذلك مره للجملة الموالية ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى إذن لدينا هنا الأعلى لدينا المفضل وهو الله الله تعالى ولدينا صيغة التفضيل ولا نجد المفضل عليه ولا نجد هذه المن فهذا يسمى تفضيل تفضيل مطلق فالجملة الأخيرة إذن في التفضيل المطلق كما سنرى الآن هي الجملة التالية إذن خير إذن خير الخلال حفظ اللسان فلا أثر هنا كما نرى للمفضل عليه ولا لحرف الجر من فهذا يسمى تفضيل مطلق أتفضيل إذن نوعان كما اكتشفنا الآن تفضيل المقارنة ونجد فيه إذن كما رأينا منذ حين المفضل والمفضل عليه والمن والتفضيل المطلق نواصل إذن مع الجمل الموالية لنكتشف هذا التطابق يعني بين نشيتم بين إذن نشيتم المفضل عفوا بين اسم التفضيل والمفضل تطابق بين اسم التفضيل والمفضل متى يكون هذا التطابق قرأت الكتابة الأولى الكتابة اسم مفرد مذكر والأولى اسم مفرد مذكر ولخصت القصة الأولى إذن القصة اسم مفرد مؤنث والأولى اسم مفرد مؤنث أول أولى إذنäv كذلك لدينا جملة تاني أخرى همَا أُعطِي الولَدَانِ الَأَصْغَرَانِ لَأُمِّهِمَا أُعْطِيَتَ الْبْنتَانِ السُّغْرَيَنِ لَأُمِّهِمَا أُالْوَلَدَانِ الْأَصْغَرَيَنِيهُمَا إذنه للموالداني الأصغران هكست Есть أولداني الأصغران والبنتاني الصغران أسماني إذن معرفاني بالألف EM اللام فهناك تطابقون إذن بين اسم التفضيل والمفضل في الجنسي والعددي هذه الملاحظة الأولى إذن التي نلاحظها هنا وهو قرأت الكتاب الأولى ولخصت قصة الأولى تطابق بين اسم التفضيل والمفضل في الجنسي والعدد هنا هذا التطابق آخر إذن ساب نكتشفه الآن إذن وعطي الولدان الأصغر لأمهما وعطيت البنتان الصغريان لأمهما الولدان الأصغران والبنتان الصغريان إذن كما نلاحظ الولدان الأصغران اسماني معرفان بالألف والليم والبنتان الصغريان كذلك اسماني معرفان بالألف والليم فهناك تطابق إذن في التعريف هنا وفي الجنسي وفي العددي كذلك جبل سنجار من أحسن الجبال إذن جبل اسم مفرد مذكر إذن نكرة من أحسن الجبال أحسن إذن اسم مذكر مفرد نكرة جبال اسم مذكر جمع نكرة أحسن اسم مفرد إذن فإذا لم يقترن اسم التفضيلي بالألف ولا لازم صيغة المفرد وضع إذن فنقول الجبل الأحسن مثلا هنا الجبل الأحسن جبل السنجار هو الجبل الأحسن هكذا إذن نقول نقول جبال السنجار هي الجبال الأحسن فإذن القاعدة هي إذا لم يقترن اسم التفضيلي بالألف واللام لازم صيغة المفرد المذكر ننطلق الآن مع التطبيقات التطبيقات إذن التطبيقات التطبيق الأول استخرج من النص التالي كل اسم تفضيل وعين الفعل الذي اتصل به النص إذن لطاع حسين من كتابه الأيام كان هذا الطور أحب أطوار حياته كان هذا الطور أحب أطوار حياته تلك إليه وآثرها عنده كان أحب إليه من طوره ذاك في غرفته التي شعر فيها بالغربة شعورا قاسيا لأنه لا يعرفه ولا يعرفه مما اجتملته من الآثاف والمتاعي إلا أقله وأدناه هناك إذن أسماه هنا أو مشتقات يعني مسطرة أحب وأثر وأحب إذن وكذلك أقل وأدنى إذن أحب هنا أحب من الفعل من وزنها أفعل من فعل حبة وآثر على وزن أفعل كذلك آثر أفوان على وزن أفعل من الفعل أثر وأقل على وزن أفعل من الفعل قلة وأدنى من الوزن أفعل هي على وزن أفعل ومن الفعل دنى ثم التطبيق الثاني أملأ الفراغ بما يعبر عن تفضيل جاعلا ما جاء بين قوسين الصفة التي تقع فيها المفادرة فالصفة الأولى هي الجدوى قد يكون السكوت المفروض إذن هو أن هنا يعني فراغ وأنتم تملأونه إذن بهذه الصفة الجدوى إذن قد تكون أو قد يكون السكوت أجدى من الكلام الكرم المعطي أكرم من المانع النفع الإقبال على العمل أنفع الجلب إذن التسرع أجلب للبلاء من التروية عندما يتروى الإنسان فإذن لا يقع في البلاء ولا يقع في المشاكل يعني يفكر قبل أن ينجز أي عمل فلا يقع في البلاء هذه إذن هي الحكمة السؤال الموالي إذن في انشتم التطبيقات هو عين نوع التفضيل في الجمل التالية عن تفضيل مقارنة أو تفضيل مطلقة أغنى الناس أكثرهم إحساناً هنا نجد تفضيل مطلق لغياب انشتم المفضل عليه وهذه المن شر الزمان مجتمع فيه فساد الوالي ورعية تفضيل مطلق كذلك إن خير القائلين من لم يكن الباطل غايته تفضيل مطلق كذلك شر الناس من داراه الناس من داراه الناس لشره تفضيل مطلق كذلك خير الأمور أوسطها تفضيل مطلق كذلك أنت ثم الجمل الموالي أنت بكآبتك أشد فرحاً من الربيع تفضيل مقارنة بين أنت بين المخاطب والربيع بأزهاره أنت بأوجاعك أهدأ بالا من الملائكة تفضيل مقارنة كذلك بسمائها وأنت بين الجلدين أكثر حرية من نور الشمس كذلك تفضيل مقارنة إن إكليل الشوك على رأسك هو أجل التيجان وأجمالها إذن هو أجل التيجان وأجمل كذلك تفضيل مطلق هنا تفضيل مطلق كذلك هنا إذن تفضيل مطلق لابد من توضيح ثم السؤال الموالي تفضيل مطلق إذن كما قلنا تفضيل مطلق إذن السؤال الموالي هو إملأ الفراغ بالمفضل عليه المناسب لتعود الأمثال إلى أصلها إذن لدينا الكلمة هي ثعلب أجراد قراد فراشة طاوس ليث كلب نعامة نملة وحمل فإذن هنا أزهى من طاوس أزهى من طاوس أشكر من كلب أرغ من ثعلب أفسد من جراد أجمع من نملة أعلق من قراد أشجع من ليث أطيش من فراشة أحقد من جمل أجبن من نعامة فإذن عندما نتحدث عن شخص نقول فلان أزهى من طاوس فلان أشكر من كلب فلان أرغ من ثعلب عندما يكون شخص محتال فنقول هو أرغ من ثعلب فلان أفسد من جراد عندما يكون مفسدا للزرعي أجمع من نملة لأنه يعني يحسن التصرف وإذن يجمع المال جمعا أعلق من قراد لأنه يعني يلتسق بك ولا يفارقك عندما يكون لديك صديق يعني هكذا يلتسق بك ولا يفارقك فتقول فلان أعلق من قراد أشجع من ليث صديقك الشجيع الذي دافع عنك ربما ويعني ربما ساندك في مواقف معينة فتقول فلان خالد أشجع من ليث مثلا أطيش من فراشة شخص طائش يعني لا يقدر الظروف إذن ولا يحتسبوا النتائج نقول هو أطيش من فراشة لأن الفراشة إذن تحوم حول النار ثم تقع فيها أحقد من جمل هذه قصص عربية إذن تبين بأن الجمل حقود وإذن لا ينسى من أساء له إذن ويحاول أن يرد الفعل أجبن من نعامة لأنه يحكى أن النعامة يعني تغرس رأسها نشتم في التراب عندما يهاجمها يعني حيوان آخر هذا بالنسبة لدرسنا شكراً لانتباهكم وإلى اللقاء في حسة اللاحقة إن شاء الله